نتكلم عن قضية آية المنافق والحقيقة أنه بنتكلم عن هذه القضية لأنه في أسئلة جاية عن قضية الأمانات وفي من ضمنها الأستاذ أزهار الأستاذ محمد الأستاذ ولاء وغيرهم لأن الحقيقة السؤال ده يمكن جيه حوالي 15 سؤال حبيت بس أعدت بعض الأسماء لأن أصحاب الأمانات اللي بيرجعوا ياخدوا الأمانات بتاعتهم إما اللي بيسأل بيقول أنا ديت لشخص شيء يشلهولي وجيت بعد مجموعة من السنين أخد هذا الشيء مرضاشي ديه أو أنه أنفقه أو أنه أتلفه أو أن إنسان مثلا أو العكس يعني الأسئلة كلها دايرة في حفظ الأمانات وكله بيسأل عن مسألة هل الإنسان بيؤاخد على ذلك الأمر طبعا الإنسان يؤاخد على هذه الأمور لأنه أنا لما أكون في موضع أنه يجب علي حفظ الأمانة ولا أقوم بحفظ الأمانة إلا أحد أشكلها أنه يأتيني إنسان فيستودعني شيء ويطلب مني أنه أشله شيء معين إذا كان عيني أو إذا كان نقدي عيني يعني شيء من الأشياء يقولي خد الحاجة دي احتفظ بيها لغاية ما ياخدها منك مرة تانية أو إن إنسان يدي فلوس أو مادة يعني أو قيمة ذلك وقوله شلي دا عندك وأنا لما أجي أخده منك يعني أنت تحتفظ لي به وييجي مثلا بعد فترة طويلة فييجي الشخص دا يستنكر أو إنه ما يقولش إن الحاجة عندي أو أنت غبت علي عدت سنين كتير أو ما سألتش على الحاجة فإحنا استعملناها كل هذه الأمور وجب يعني في الحقيقة أن نحن نتق الله سبحانه وتعالى ونبرئ ساحاتنا من إنه يلحق بيها أي شيء من إنه إنسان يحمل ظلم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما يوم القيامة عنت الوجوه للحي القيوم كما قال الحق سبحانه وتعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما والظلم ده مش لازم يكون شيء كبير أنا شايفه يعني عظيم الحجم قدام ممكن يكون شيء بسيط جدا والإنسان يبقى عنده نوع من التهاون في إنه ده حاجة بسيطة في الشيء بسيط لإنه كله في الميزان بيحصى على العبد ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة وكون إن إنسان يعني يستأمني على شيء وأنا لا أرعى هذه الأمانة الحقيقة دي آية من آيات المنافقين لإن آية المنافق ثلاث كما أخبر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اتمن خان الأمانة دي أشكال كتيرة مفهوم الأمانة مفهوم موسوعي مفهوم كبير جدا من ضمن أشكاله هذه الصورة إنه يأتيني إنسان فيحفظ شيء عندي أو إن أنا لا أؤدي لأصحاب الحقوق حقوقهم وقت ما أكون أنا يعني قيم عليها أو إن أنا الإنسان اللي أؤوم بتوزعها وما أمشي بإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم وأضيع الأمانات أنا في نفس هذا الصياق من المعنى إنه انطبق علي إن في آية أي علامة من علامات أهل النفاق آية المنافق ثلاث الدليل على أن ذلك منافق علامة أن ذلك الشخص منافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اتمن خان قد يكون في البعض بعض من صفات المنافقين في مسألة الحديث أو إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اتمن خان أو قد يكون عند بعض الناس أن فيهم صفتين أو فيهم أكتر من الصفتين فيبقى فيهم الثلاث صفات فكل إنسان أدرى بأحوال نفسه وعلى الإنسان أن يحترز من أحوال أهل النفاق ولا بد أن ننتبه أن كل شيء بيحصى على الإنسان إحصاء إن يومي الإيام رب العالمين سبحانه وتعالى يضع الموازين بالقسط ربنا سبحانه وتعالى وصف في القرآن الموازين بالقسط هذه الموازين التي تقوم بوزن أعمال الإنسان وصفها الحق بأنها العدل فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسدين إياك أو إياك أن تستصغر في ميزاني القسط يوم القيامة شيء ما فيش حاجة صغيرة لأن القرآن الكريم نبه إلى ذلك وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها الله سبحانه وتعالى هو المتحدث هو القائل في محكم تنزيله ويقول وكفى بنا حاسبين فالإحصاء دقيق يبقى أنا كمان لابد أن أمارس الإحصاء الدقيق على نفسي وأشوف أنا فين مش أقول ده شوية ده حبة صغيرة ده شيء ما يذكرش كله حتى ولو كانت أدى حبة الخردل ولو حتى أقل من كده مما قد يراه الإنسان بعينه المجردة أو مما قد لا يراه الإنسان بعينه المجردة لأن دي الموازين القصط موازين العدل فلما يأتي إنسان يأتمنك على شيء ويستأمنك أن يطلب منك أن تحتفظ بالشيء عندك لو غاب حتى عشر سنين البعض هنا مثلا بيقول واحد استأمني على شيء وقعد بعد عشرين سنة جاي طالبني به فإحنا كنا نتصرفنا فيه هل من حقه أن يطالب طبعا من حقه أن يطالب والشيء ده واحتفظ به عندك والمفترض إنك إنت لو أصابك مرض أو شايف نفسك يعني في مرحلة حرجة وخايف إن يجرى لك شيء والأمانة دي عندك بتستدعيه أو بتضع هذه الأمانة عند شخص يقوم عليها إذا ما جاء صاحبها ليسأل عنها لكن إن إحنا لاستهتار بالأمانات لغياب صاحب الأمانة لوقت طبعا بيعاقب أو إن يجي مثلا إنسان يسيب يعني مثلا من ضمن الحالة حالة الأستاذة أزهار اللي بتقول إنه لما ثابت أمانة عند شخص مال خاص بيها رفض الشخص إعطائها هذا المال لظروف قد حدثت يعني خلاف على شيء حدث فهو شيء للأمانة بتاعتها دي عنده فلما حدث خلاف منعها من أمانتها هذا ظل هذا عدوان وهذه آية أي علامة من علامات أهل النفاق المفترض أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك أهل الإيمان أهل استقامة لأن الاستقامة عند أهل الإيمان هو الحقيقة لا يعامل أزهار ولا يعامل الأستاذ ألاء ولا يعامل الأستاذ أحمد ولا يعامل الأستاذ محمد الحقيقة أن الأشخاص عند أهل الإيمان منعدمة الحقيقة أن أهل الإيمان أو المؤمن يعامل ربه فإذا رأى الإنسان ورزق هذه البصيرة بأنه يعامل الله سبحانه وتعالى يبقى أكيد المقاييس والمعايير بالنسبة لنا فحاجات كتير جدا هتتغير وحتخلي الإنسان يستقم على أمر الله ولذلك في القول فاستقم كما أمرت هذه الآية الشديدة هذه الآية التي تجعل في عنق كل إنسان منه أمانة أن يتحمل التكاليف وأن يعرف أنه يحاسب وأنه سوف يحاسب على كل صغيرة وكبيرة وكل شيء بيحصى على الإنسان إن خيرا فخير وإن شرا فشر ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا